جولة جديدة من منافسات دوري النخبة الكروي انطلقت مع اول يوم لقرار الفيفا برفع الحظر الجزئي عن الملاعب العراقية حيث احتضن ملعب القوة الجوية لقاء المتصدر فريق النفط وفريق الحدود صاحب المركز الثاني عشر الشوط الاول لم يصل المستوى فيه لدرجة مقبولة فالاداء غاب في معظم اوقات الحصة الاولى سوى بعض من الهجمات والتي لم تأتي بالمراد وهز الشباك لكل الطرفين اي فريق قام يجي ضدنا يعني حسبنا حساب كبير يعني انت ماذا تعرف شفت ضاعة الفرص فريق كان يعني مثل ما تقول اليوم يعني ضياعنا هاي فرص ما متوافقين الحمد لله وشكر ان شاء الله القادم افضل الشوط الثاني شهد دخول لاعب ان يفطأ العائد من الاصابة ايمن حسين الذي وبرغم غيابه عن الملاعب لاكثر من ثلاثة اشهر الا انه سرعان ما احدث ارباكا في دفاعات فريق الحدود التي بقيت متماسكة بوجه هجمات فريق النفط الذي حاول مرارا تسجيل هدف يبقيه في صدارة منتشيا الا ان ذلك لم يتحقق مع اصرار لاعبي فريق الحدود بالدفاع عن مرماهم الا ان الدقائق الاخيرة شهدت مفاجأة لفريق الحدود بعد تسجيل لاعبه المحترف الافريقي ايمبو هدفا من مسافة بعيدة لم تمضي ثوانا على هدف الحدود ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق النفط وهنا كانت الانعطافة السلبية في المباراة بعد اعتراض من لاعبي فريق الحدود على حكم المباراة الذي اشر البطاقة الحمراء بوجه ثلاثة لاعبين من فريق الحدود وسط هذه الاجواء المشحونة لتستأنفى المباراة من جديد ويسجل ايمان حسين هدف التعديل لفريقه النفط لانتهي اللقاء بهذا الشكل نأسف يعني اذا هيدش فريق يستخدم هيدش سلوب تضيع الوقت والكراتي في الشوهة اضافة الى الاعتراضات على الحكام من الرمية اكيد هاي مشاهد يريدون الحضر ان شاءال هاي الفرق لازم تتعاقب لازم تنزل درجة ثانية حتى يعني المشكلة لتصير المشاكل سببها الاول والرئيسي ما اقول لكل حكام قسم من الحكام يعني اخطاء مثيرة للجدسات الكريمة اخطاء ما تقبل النقاش اخطاء ظالمة اخطاء يعني انت اليوم شفت انا تمنى الحرة يعني انت اليوم حضرتكم موجودين درجة 95 تحت المباراة طبيعية جدا المباراة ضربت جهزها مبيئة يعني انا كل تصورينا والحكم اليوم باي طريقة فويس لنا مشاهد محزنة لا نتمنى تكرارها بعد رفع الحظر الجزئي عن الملاعب العراقية والتي تحتاج لتظافر الجهود لا ان تكون بهذا الحال غير المقبول كريم درويش الحرة بغداد